موسيقى أهلاً ورحباً بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديد برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي منذ شهور ونحن نسمع بحديث عن موازنة عام 2021 الحكومة عدت الموازنة وانتهت من إعداد الموازنة وموازنة حكيمة وكذا والحكومة بعثت بالموازنة إلى مجلس النواب ومجلس النواب بدأ مناقشاته وشكل لجانه واللجنة المالية واللجنة الاقتصادية واستدعى فلان وجاب فلان ومنذ شهور والحال وعلى ما هو عليه غيروا سعر صرف الدينار العراقي خفضوا سعر صرف الدينار العراقي والحال كما هو عليه موازنة عام 2020 لم تنجز بسبب خلافات خلافات المحاصصة بين قوى العملية السياسية لم يستطيعوا إقرار موازنة عام 2020 لذلك حتى الآن العراق يعمل بموازنة 2017 مع تعديلات يستفيدون منها طبعا في موازنة 2021 هذه في السنة والآن نحن في نهاية شهر شباط انتهى شهر شباط شهر الثاني انتهى والموازنة غير معدة وبعدها وما زال النقاش عنها عليها في مجلس النواب الحالي يعني مشتعلة الموازنة تتجاوز قيمتها 113 مليار دولار كما يقولون ربما نحو 160 أو 160 تريليون دينار عراقي وبعجز يعني لا توجد موازنة في أي دولة في العالم بشكل يعني لها مثل هذا العجز لا يمكن يعني لا توجد دولة في العالم قدمت موازنة بعجز مثل هذا عجزة أكثر من يعني 45 بالمئة عجز يعني العجز حوالي 45 بالمئة ربما نعم يعني الواردات يقولون ان الواردات كلها لا تساوي إلا جزء يعني ثلث ربما مما يحتاجون في الموازنة واردات النفط رغم انه أسعار النفط قد زادت في فترة الأخيرة الآن سعر برميل النفط قد ارتفع إلى أكثر من 60 دولار لكن طبعا حتى لا يرتفع ما زالت الشركات ما زالت حقود التراخيص الشركات هذه حقوقها اللي امثبتتها في هذه العقود ما للتراخيص واللي كل الحكومات أشرفت عليها ووافقت عليها هذه تأخذ حصتها من استخراج النفط من تأخذ حصتها والحصة كبيرة جدا وما يصل إلى العراق لا أعرف كم وبالتالي كل هذه المبالغ هي تذهب إلى الفساد والخراب مثل ما تعرفون كل ميزانية فيها جانب تشغيلي وجانب استثماري في العراق لا يوجد جانب استثماري منذ عام 2003 إلى حد الآن لا يوجد استثماري هناك جانب تشغيلي فقط كل الأموال تذهب إلى الجانب التشغيلي هناك خلافات كبيرة الموازنات حالها حال أي شيء حالها حال أي قرار في العراق لا يمضي إلا بالمحاصصات وإلا بموافقة الأحزاب والقوات حاكمة العراق ميليشياوية وغير ميليشياوية كلها ميليشياوية لأن كل هذه الأحزاب وكل ميليشياتها تريد حصتها تريد حصتها سواء جيارتها باسم محافظة جيارتها باسم جهة معينة جيارتها باسم إطار معين لكن هذه حصتها باسم مزارة معينة باسم مشروع معين لكن هذه حصتها الثابتة لا تريد أن تزيد لا تقل وبالتالي كل هذه الموازنات فيها خلافات كبيرة هم لديهم خلافات مع الأكراد أولا يعني يريدون قالوا بعدين جاء وفد كرديو واتفقوا ولان يسلم الأكراد 250 ألف برميل يوميا إلى بغداد ويسلموا نصف واردات المنافذ الحدودية وهكذا تم الاتفاق لكن القوى في البرلمان الحالي لم توافق كثير من القوى يريدون أكثر حتى يطوهم للأكراد طبعا 12% أو هكذا يعني من الموازن حتى يخصرهم 12% من الموازنة لكن 12.6% بالعشرة نعم لكن ما زالت العوائق كبيرة محافظات كبيرة مثلا بالجنوب كلها الآن تشكو وأولها البصرة والناصرية وغيرها تشكو منه قيمة يعني المبالغ المخصصة لها لا تساوي شيء العراق من 18 سنة كل البنى التحتية إلى الدهت فنحتاج إلى موازنات عملاقة موازنات تشغيلية لعادة البنى التحتية لعادة الحياة إلى العراق دمروا العراق هؤلاء وهذه الأموال التي تكفي الآن هم يبحثون عن الرواتب من هذه الموازنة اللي هي 113 مليار دولار أكثر من 60 مليار هي فقط رواتب يطوها رواتب وماذا بقي لنهبهم لوزاراتهم فالكلام عن توظيف لا يوجد توظيف كذبة كبيرة هذه من يتحدث عن توظيف وقدرة على استيعاب موظفين لديهم 6 ملايين موظفين يذهبون وعمل الموظف لا تجاوز 8 دقائق في اليوم الواحد وهو بطالة مقنع عاطلين عمل أكثر من 10 ملايين 12 مليون إلى 13 مليون عراق يعيشون تحت خطة الفقر أمراض الكورونا تعصب بكل مكان السلاح منفلت الدولة في خراب لغير موجودة فبالتالي هذه الموازنة غريبة عجيبة هم يحاولون كل شيء بسياسات ترقيعية تلزيقية يعني تلزيق ارتجالية وعشوائية ويردون أن تنظي الأمور الأمور لا تنظي هكذا لكي تبني موازنة دقيقة واقتصاد يجب أن تبني اقتصادا رصينا يجب أن تبني وساس رصيدة يجب أن تعرف كيف تخدم المواطن كيف تبني بناء تحتية وبالتالي تبني موازنات يستفيد منها المواطن تشكل المعامل تشكل الزراع هذه كلها الأمور غائبة قدموا ورقة بيضاء فيها أحلام أحلام العصافير حديث عن زراعة وصناعة وهم دمروا الزراعة والصناعة تحتاج إلى مبالغ هائلة تريليونية لكي يعيدوا هذه المصانع نقلت إلى إيران ودمرت وبيعت والزراعة خربت والعشوائيات أخذت كل الأراضي الزراعية وبالتالي والمياه غيرة والفلاح ما عادة يعني مزار أو استيراد مفتوح من كل مكان الدولار ارتفع السعر وخفضوا سعر الدينار العراقي والعراق بلد مستورد والوضاع كلها زادت سعرها على المواطن والحياة صارت أصعب وبالتالي هذه الموازنة أمامها مصائب كبيرة لديهم الآن صعوبة في تزديد رواتب الموظفين جائحة كورونا تحتاج إلى أموالهم غير قادرين أن يوفروها لقاحات لحد الآن يتحدثون عن استيراد اللقاحات وطلعت كذبة كبيرة هم لم يتعاقدوا لحد الآن وتعاقداتهم شفهية وفي الورق ولا يوجد فعل حقيقي لأن الأموال غير مخصصة لحد الآن وهذه تعلق بالموازنة والموازنة غير مقرة وبالتالي القصة مثل القصة من ما كنا صغارة نغنيها يعني تريد النار النار عند الحداد والحداد عند المعرف منه وما يعدل فبالتالي أنت تصل إلى نتيجة إلى دائرة مغلقة يعني تدور فيها ولا من حل ولا من حلول ولا من أهداف هذا ما يراد به من الفوضى من العشوائية من الارتجالية من هذا التلزيق من هذا التمزيق لهذا البلد الحقيقة وبالتالي موازنة لا توزع لا بالمحاصصات الحزبية والطائفية والإثنية ولا ما توزع بينهم والشعب العراقي ليس له إلا ثورته ليس له إلا إلا صمودة وإرادة على تخليص نفسهم كل هؤلاء هؤلاء لن يجدي فيهم شيئاً ولن يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ولا يريدون أن يفعلوا شيئاً الحقيقة هم من دبروا البلاد هم من آذوا العراقيين وبالتالي أدوات التخريب لا يمكن أن تكون أدوات للبناء الموازنات تضعها الدول لكي تخدم مواطنها لكي تخدم بلدانها هؤلاء يضعونها لكي يخدموا أحزابهم لكي يخدموا قوى الميليشياوي لكي يخدموا شلة الفاسدين الذين يحكمون العراق مع الأسف الشديد هذه قصة الموازنة باختصار شديد مهما تحدثوا عن فلسفات اقتصادية لا توجد فلسفة اقتصادية لا توجد فلسفة مالية في العراق لا توجد سياسة اقتصادية ولا سياسة مالية في العراق هذه كذبة كبيرة فبالتالي عشوائية وارتجالية وكذب على الناس والموازنة سوى مراضات ومحاصصات وتوافقات بين هذه الأطراف لكي تمضي في طريقها ولكل حصته وبالتالي ستمضي إلى طريقها وإن لم يقبلوا فسيمضوا في طريق العمل بموازنة 2017 التي عملوا فيها عام 2020 وقت هذه الحلقة قد انتهت أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته